كشفت مباحث شؤون الإقامة في الكويت عن أكبر عملية تجار بالبشر في تاريخ البلاد وفق ما ذكرت صحيفة الأنباء المحلية حيث قامت شركات وهمية بإبرام عقود مع جهات حكومية مختلفة واستقدمت ما يقارب الثلاثة آلاف عامل بتأشيرات حرة مقابل مبالغ معينة وأحالت الإدارة العامة لشؤون الإقامة ملف القضية إلى نيابة لتجار بالبشر بعد اختار قيادات وزارة الداخلية